صعوبات الحياة وظروفها القاسية دعت الكثير من العراقيين للتفكير بلياً قبل إنجاب المزيد من الأطفال وقد أدت الظروف وتداعياتها إلى انخفاض النمو السكاني في العراق إلى نسبة 2.6% بعدما كان الانخفاض في النمو قد بلغ 3% قبل عدة سنوات حسب تصريحات لوزارة التخطيط الوزارة أكدت أن أسباب ذلك تعود إلى أن العائلات بدأت تتجه نحو تقليل الولادات والاكتفاء بعدد قليل من الأطفال من أجل تقليل الأعباء المادية وقد عمل ارتفاع نسبة البطالة في العراق إلى حد كبير في تهيئة الظروف لانخفاض نسبة النمو السكاني الأمر الذي أكده برنامج الأمم المتحدة في العراق بقوله إن نسبة البطالة في العراق تعدت 12% كذلك لعباً نقص الحاد في المؤسسات الخدمية الصحية والتربوية والاجتماعية وتردي الخدمات في الموجود منها دوراً كبيراً حد من نسبة إنجاب الأطفال لدى الكثير من العراقيين وزارة الصحة تحدثت مؤخراً عن الحجم الكبير من المشاكل التي تواجه اقطاع الصحة في البلاد وقالت إنما هو موجود حالياً من موارد بشرية طبية لا يمثل إلا 25% من حاجة السكان العراق كما أن سنوات الحروب أدت إلى عدم مواكبة القطاع الصحي لتزايد أعداد السكان إضافة إلى عدم توفر المواد البشرية الكافية لمواجهة الضغط على قطاع الصحة لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد تذرعت بسوء الخدمات قائلة إن الخدمات الصحية والتربوية ومختلف قطاع الخدمات كانت قبل سنوات تتناسب مع نفوس البلاد اللجنة الحكومية أكدت كذلك حاجة بغداد لـ 70 مستشفى جديداً إضافة إلى 4000 مدرسة جديدة وكذلك الحال لبقية المحافظات التي تعاني من ضعف الخدمة ومع التراجع الكبير الملحوظ في تقديم الخدمات للمواطن وازدياد الأعباء الاقتصادية التي تعتبر أحد أبرز التحديات في العراق أصبح المواطن ضحية لسياسات حكومية فاشلة تعاقبت على العراق وبات هذا البلد الذي دفع ضريبة هذا الفشل الكثير محطة أنظار الجميع بعد أن وصلت حدود ظلم فيها لحرمان العراقيين من إنجاب الأطفال ترجمة نانسي قنقر